من قصص العرض عن أب الوفاء بن عقيل قال لما جئ بابن ملجم إلى الحسن قال له أريد أن أسارك بكلمة فأب الحسن وقال إنه يريد أن يعض أذني فقال ابن ملجم والله لو مكنني منها لأخذتها من صماخه قال ابن عقيل انظر إلى حسن رأي هذا السيد الذي قد نزل به من المصيبة الفادحة ما يذهل الخلق وتقصيه إلى هذا الحد وانظر إلى ذلك اللاعين كيف لم يشغله حاله عن استرداد غشه